لقيته من أول عرض اشتغلته كان في جامعة السودان في الكسم الجنوبي تقبل الجمهور لك هو اللي بيعكس لك انتباع انه الناس قابلك ولا لا صحيح الردة الفعل التحفيز اللي بيجيك من الناس الحضروا ياخوان واصلوا الشغلكم حلو الحاجة بتعكسه لك انت لما الحاجة تنعكس عندك بتحاول تطلع لعالم اكبر فهو بعدها الواحد قام انتقل للمراكز الثقافية في السودان وفعلا لقيتنا الواحد انه في القبول والحمد لله والله جعل القبول في وشي يزول في الدنيا فلقيتنا القبول فمن دي الواحد حس في نفسه انه عنده حاجة المفروض يقدمها والمشكلة انك بعد ما تحس بتجيك القيوت انه انت مدن بقيت شخصية الناس حبا فانت مسؤول مسؤولية تامة عن اي شيء انت بتقدمه فلازم تكون منتبه جدا للنوع المحتوى اللي انت بتقدم والحاجة اللي انت بتقدمه فاضطرين انه نعرف اكتر عشان نقدر نوصل حالا نحن نعزل طبعا يعني انت ذكرت يعني كلمة مهمة جدا وهي نوع المحتوى المقدم دائما للجمهور لانه كثير ممكن يكونوا بيسعوا للشهرة يعني عبر نشر محتوى ممكن يكون غير هادف والله الترايك شنو الحاجة دي بالجد يعني صعبة شوية لانه انت كمسؤولية انت بتفرجك الكبير والصغير بس كيف انت توصل معلومتك بيقوله بين الابداع والسخافة شعر فانت كيف تقدر توصل الحاجة انت عايزة من دون ما تمس شخص معين او تمس قبيلة معينة او تمس دين معين انت توصل رسالتك انت عايز توصلها بكل شفافية والرسالة على الرسالة بتختلف فيه رسالة بتوصل عن طريق الكوميديا عن طريق النكتة عن طريق فانت عايزة يوصل رسالتك فانا بحس انه الشهرة من دون رسالة معين عايزة توجيهها زي الحشين في النار فهلا تولي فجأة وحتختفي لانه انت في الاصار ما عندك رسالة عايزة او هدف عايزة توصلها اشتركوا في القناة